طيب، إيه أكتر الأمراض النفسية المنتشرة دلوقتي؟ هو طبعاً عالمياً القلق ده بيشكل 25% بيصابوا به 25% وبالذات الستات بيصابوا به ضعف الرجالة هده الرجالة مرتين يليه الاكتئاب هل في سبب لده فقط؟ آه، أسباب أول سبب هو التغيرات البيولوجية في جسم المرأة الدورة الشهرية هي بتبقى أول الشهر غير نص الشهر غير آخر الشهر وبعدين ييجي الحمل بمشاكله والولادة بمشاكلها والرضاعة بمشاكلها وتربية الأولاد أدوار متعددة للمرأة المرأة ما عندهاش أجازة يعني حتى بتشتغل في يوم الأجازة بتخلص فيه شغل الإسبوع حتى في الأعياد كل الناس بتعيد وهي قاعدة تجهز للناس المعزومين والولادها اللي مش عارف عايزين يخرج وتفسحهم حتى في المصايف يبقى كل الأسرة بتستمتع على البحر هي قاعدة تشوف تغسل لهم هدومهم مش عارف تحضل لهم أكلهم صحيح فالأدوار المتعددة وبعدين طبيعة المرأة كمان إنه المرأة مخاهمة بيهداش يعني ما بتعملش قون وقف كده زي الرجالة يعني إنها طول الوقت المخ شغال وعندها انتباه متعدد الانتباه المتعدد ده ميزة إنها بتبقى شايفة تفاصيل كتير وشايفة حاجات كتير قدامها لكن ده بيجهد الجهاز العصبي الحاجة التانية التعلقات الكتير عند المرأة المرأة متعلقة بأبوها أكتر من الرجل المرأة متعلقة بأمها أكتر من الرجل متعلقة بصحبتها أكتر من الرجال متعلقة بأولادها أكتر من الرجال كل العوامل دي بتخلي المرأة تضاف تصاب بالقلق والاكتئاب ضعف الرجالة فدول يمكن أكتر الطرابين كبار بيشكلوا تقريبا نصر الطرابات النفسية تيجي بقى مثلا الفصام واحد في المية من الناس الطراب السناء القطب تلاتة في المية التعاطي المخدرات من تلاتة لأربعة في المية لكن في حاجة في درجة بقى غير للطرابات النفسية لأن الطرابات النفسية قعدت زيد بالزاد بعد جاءحة كورونا جاءحة كورونا خلت للطرابات النفسية تزيد بنسبة 25% عن قبل كده وكان المعتاد في الإحصاءات في كثير من الدول أنه نسبة الإصابة بالأمراض النفسية حوالي 25% يعني ربع أي مجتمع هتلاقي عنده طرابات نفسية تحتاج لعلاج لما جاءت كورونا زولت 25% فآخر إحصاء عملته جامعة هارفورد طالع في 31 يوليو 2023 الإحصاء ده بيقول أنه في الفترة القادمة سيكون نصف سكان العالم لديهم مشاكل نفسية وده رقم مزعج جدا ويخلينا لازم نستعد طب إزاي نقلل من هذا العبء على الحال نفسية ليه بقى أنه الإنسان المقترب ده من الناس اللي تعرضوا لي أو يعني ده رقم مجازي ده من الناس اللي تعرضوا لي تاست أو تعرضوا لي ملء البانات في بعض الأماكن قد تكون شديدة تبنائية في أماكن مختلفة في العالم ممكن ما يكونوش وصلوا لها فالنسبة تكون أكبر النسبة يعني قد تكون أكبر ما هو لأوا أنه الاضطرابات النفسية بتزيد أكتر في البلاد الفقيرة البلاد النامية وفي الريف أكتر من المدن يعني كان المعتقد زمان أنه الناس محلاها عشت الفلاح والناس اللي عايشين في الريف دول مستمتعين بالو أرواق وبنحستهم كمان على القعدة والخضرة والشمس حكاية الصحة النفسية بقى أن الصحة النفسية مش رفاهية الصحة النفسية ضرورة ليه يبقى؟ لأنه الإنسان المضطرب نفسيا ليه يبقى قادر على الإنتاج أو العمل أو الإبداع أو التعاون حتى مع بقية الناس وهو يبقى على المجتمع بتاعه عشان كده بدأوا يربطوا ما بين الصحة النفسية والاقتصاد وقالوا أحسن حاجة أي دولة تحسن بها الاقتصاد أنها تحسن الصحة النفسية للناس بتوعها وفي عالم اسمه دانيال كانيمن دخلت جائزة نوبل لما ربط ما بين الصحة الحالة النفسية والاقتصاد ودخل دول الاتحاد الأوروبي سنة 2008 مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت حصلت فكروا بشكل كان غريب وقتها يعني ما كناش فاهمينه يعني أنه لما جات الأزمة الاقتصادية لقوا أن الناس في حالة الفزع من الأزمة الاقتصادية اتصرفت تصرفات زودة الأزمة باع الحاجة في البورصة والانهار وما عادش قادر يشتغل فقالوا أن أول حاجة نعملها عشان نخرج من الأزمة الاقتصادية أننا نحسن الصحة النفسية مش فكروا بقى في ساعتها طبعا فكروا بس إيه يعني هيفكروا في إصلاح النظم الاقتصادية تجاوز الأزمة بس قالوا أن الصحة النفسية اللي بتخلينا نظم تبدأ بالفرد أن فيه بنقدر أنه لقوا أن العقل البشري هو دعامة أي اقتصاد أو أي تنمية مجتمعية عايز اقتصاد قوي عايز مجتمع قوي اهتم بالعقل البشري وبصحة الأفراد النفسية هتقدر تعمل بقى برامج تنمية تقدر تعمل أي حاجة فيها طموحات قومية أو هستعمل أي حاجة هتسند على لبنات قوي أو هستعمل أي حاجة في العقل البشري أو هستعمل أي حاجة في الفرد أو هستعمل أي حاجة في وقدر تقليط Kraft